دائما ما تكون الكلمة سيدة الثورات والمواقف كما تكون صوت من لا صوت لهم لكنها في سوريا ممنوعة ومحكومة بوقف التنفيذ وهذا هو حال الفنانين السوريين هنا من بعد ما وصلت كلماتنا والحانة وغناءنا إلى النظام تم اعتقالنا وأخذنا إلى الفروع الأمنية وتعرضت إلى السؤال على الأسل التي تعمل معها هذا النظام بخاف من كلمة حرية من أي طفل يكتب كلمة على الحيط يعني بكل أوتو هذا النظام اللي شايفينه والدبابات والمدرعات والقزائف بخاف من كلمة وحدة من كلمة الحرية وأنا لما كتبت للثورة وكتبت للشعب لاحظت الملاحقة ويعني أكتر من مرة تعرضت لمحاولة قتل محاربة الكلمة لم تكتفي باعتقاله إنما راحت لما هو أبشع وأبعد بكون زوجتي بالبلد بلدنا وأنا بكون بالشام باتصل فيها مشان تجيب تقول لي أنا جاي بالطريق وبعد شي ساعة باتصل فيها ما عاد بترود على التليفون بظل أتصل فيها كتير يعني ساعة وساعتين وكذا وما عاد بتستجيب فهون بعرف إنه ألقت قابل عليها طبعا زوجتي من كتر ما يعني أدمت للثورة فصرنا إحنا المعروفين لدى الجيش الحر والناس اللي بيشتغل معهم فحاولوا بشت الوسائل إنه يساعدونا فاختطفوا ضابط عالوي من جماعة الأسد وحاولوا يقيضوا على النساء الموجودات داخل السجون فجاءنا الرد باختصار شديد رئيس الفرع أنا ما فيني أعملكم شي وما فيني طالع أي معتقل عندي بدون أوامر عليا والأوامر العليا إذا بدكنوا قتلوا للضابط اللي عندكن وإحنا ما نسارين عنه لم تعقل مسافة الجغرافية مسيرتهم بل ظلت الأهداف ثابتة والرسائل موجهة إلى عمق الوطن بما أنه أنا شغلتي سلمية فكان صوتي يصل حتى لو من خارج سوريا لح يصل والكلمة المؤثرة والهادفة لح تصل الكلمة الأخيرة اللي بحب أولى بالذل لن نرضى أبد ما عاد يرهبنا الأسد وجباهنا لن تنحني إلا لخالقها الأحد ما في كلمة تعبر يعني قل الله معك إن شاء الله نحسن من طلعك وإن شاء الله ثورتنا بننتصر هذا هو الإرهاب الذي يتهمهم به النظام كلمات حق بوجه سلطان جائر تتحول جرما ينال من هيبة الدولة من شمال لبنان نوال الأسدي قناة أورينت الإخبارية